اشتركوا في القناة 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 اكرمكم الله يا سيدي نحمد الله عز وجل بخير ولله المنا والفضل طيب تعالى نبدأ بأول سؤال خلال المشاكل دائما ما يقول ابني لزوجته انت طالق وقال هلها اكتر من 13 مرة اه وقال هلها اكتر من 13 مرة خلي بالك ان هم اللي بتتكلم مين ام الولد متضايق عشان خطر مرات ابنه هل يقع هذا الطلاق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القائل تلك حدود الله فلا تعتدوها ايوه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه وأزواجه ومن ولاه وبعده اولا في خلط للأسف في المجتمع ما بين صيغ ايقاع الطلاق وبين الحالف بالطلاق صيغ ايقاع الطلاق فان عزموا الطلاق يبقى لا بد من النية ولا بد من احدى صيغ ثلاث الطلاق او الفراق او السراح وان يقول لها انت وتكون العصم موجود اما ما درج عليه المصريون واهل المنطقة في الآونة الاخيرة اللي هي علي الطلاق علي الطلاق ده اسمه حالف وليس ايقاعا للطلاق ولذلك قال الامام علي رضي الله عنه علي الطلاق لا يقع لانه هو اما انه يحض نفسه على فعل شيء واما انه يريد ان يمنع نفسه من شيء ولذلك قال الامام الشيخ الولي الصالح سيدنا احمد الدردير عليه رضوان الله من اواخر وخواتيم الفقه المالك هو مصري من عندك من اسيط على فكر احسن نيل قال سيدي احمد الدردير عليه رضوان الله والذي عليه اهل مصر انهم يقسمون يعني يحلفون بالطلاق يريدون اليمين بالله فيجرى عليهم كاليمين فان بر بيمينه فلا شيء يلزم وان حانس في يمينه كفر عن يمينه فهنا الحلف بالطلاق اللي صيغت علي الطلاق لا تقع شرعا طيب هل ده يعد يمين لغه لا هو حضرتك للأسف يعني فيها استهانة بالشرع لانه وضع لفظا في غير موضع اهل موضع الله يفتع عليك طيب السؤال اللي بعده هل يلبس نظرة السن المتقدم هل يمكن للأب ان يوهب لأحد أولاده هبى بعينها دون اخواته نرجع الى صلاح البخاري حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال اعطاني ابي يعني هبى فذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم قلت اريد ان اشهدك عليها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت سائر ولدك مثل هذا ان الولد يشمل الزكور والاناس قال لا قال فاتقوا الله واعدلوا بين اولادكم وفي رواية اني لا اشهد على جور وفي رواية اشهد عليها غيري فمن هنا قال العلماء تجب التسوية بين الاولاد زكورا واناسا في الهبى يعني لكن بعض الشراح في الفقه الحنبالي بالذات قال الا اذا وجد مسوغ شرعي يعني كأن يكون اب عنده ولد معوق او من زو الهمم ويريد انه يهب في حياته شيئا ليؤمن اغزم بالاسباب مستقبله يعوز يحميه او العكس كأن يكون عنده ولد مبذر ومسرف ويتلف المال في غير موضعه يصرفه فيما حرم الله عز وجل فبيعطي المال الذي تعب فيه هذا الاب بيعطيه لأولادي لكن نرجع للأصل اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم حتى لا يتكون حزازات نفسية بين الأولاد الا اذا كما قلنا تخليدا او اتباعا للمذهب الحنبالي الا اذا وجد مسوغ شرعي طيب انا هكمل في الموريس بالسؤال الاخير عشان نبقى خطا مع بعض ميراث رجل توفى سيناله أولاد إخوته لكن هل بقى لو هذا الرجل له أخت تمنع ميراث أولاد الإخوة لا 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 اطلاق الأخت هنا تبقى من أصحاب الفروض على حسب وضعها يعني تاخذ النصف فقط والبقى يذهب إلى أولاد الأخ بالتعصيب اه ماشي نعم طيب اضطر للجمع بين العصر والظهر لظروف عملي في الشارع هل يجوز؟ نعم يا سيدي الرسول السلام جمع لغير حاجة وجمع أيضا في الليلة المطيرة وفي الليلة الشاتية اللي هو بنسمي الوقت المشترك يعني يجوز للإنسان لظروف معينة أنه يجمع بين الظهر والعصر إما أن يصلي العصر في وقت الظهر يعني بعد الظهر يبدأ جمع تقديم وإما أن يؤخر الظهر إلى وقت العصر يبقى جمع تأخير مع الإتمام للمقيم الحاضر حيث لا يقصر لا يقصر لا يصلي الظهر أربع ركعات والعصر أربع ركعات وكذلك في المغرب والعشاء سيصلي المغرب سلاسة ركعات ويقيم الصلاة ويصلي العشاء أربع ركعات يبقى جمع تقديم لأنه صلى العشاء في وقت المغرب أو العكس أو أنه يؤخر المغرب إلى وقت العشاء يبقى جمع تأخير مع الإتمام حلو جدا لأنه غير مسافر طيب استأذلك المولانا واستأذلك المشاهدين في أن احنا هنطلع فاصل نرجع نكمل كلامنا مع فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة بارك الله مقارن بجامعة الأزهر استنونا يا أهلا 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 خلونا نجدد ترحيب بفضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وهروح على السؤال التالي عدم الوفاء بالندر لتغيير الظروف ما حكمه؟ بسم الله الرحمن الرحيم أولا الأصل أن يفي الإنسان بالنذر صح الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مدح يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شروه مستطيرة وأيضا دي في سورة الإنسان وفي سورة الحج يوف نذورهم قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطع الله فليطعه ومن نظر أن يعص الله فلا يعصه الإنسان أولا أنا بنصح لا يقيد نفسه بما لا يقدر عليه في النذر ما يجيش كده في لحظة عاطفية قول أنا أصلي خمسين ركعة أنا هصم شهرين مثلا أنا هزكي مش حقا لا بنقوله لا أنزر ما تستطيعوا طيب نفرض عاجز بقى مثل السؤال قال الفقهاء يتحلل من الناس بكفارة يمين يعني إما طبعا ما فيش عدق رخبة الآن فإما أن يطعم عشرة مساكين وإما أن يصوم ثلاثة أيام هذا في حق العاجز عن الوفاء بالنسبة إن كانت صحته أو إن كانت ماليته أي إن كان فيها مشكلة أو الحاجة يتحلل بكفارة يمين بكفارة يمين طيب طب داخل نسأل سؤال باته طب وإيه هي أفضل النذور لو صح هذا السؤال ممكن يكون سؤال مش في محله لا أبدا السؤال في محله هو أفضل النذور تراعي الوقت المجتمع أو الناس تمر فيه الآن الناس في حاجة إلى التوسعة يعني يبقى الطعام يبقى الطعام أنك تطعم وده عمل إنسان يطعمون الطعام ما ده حبيه مسكينا ويتيما وأسيرة إنما نطعمكم لوجه الله لا نورد منكم جزاء ولا سشورة نعم طيب هنروح ليه هل صحيح أنا دي جديده بالنسبة لي هل صحيح أن ليلة القدر بداية شهر رجب ويكون الدعاء فيها مستجاب نحن نعرف أنه ليلة القدر في رمضان لا 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 ده كلام غير صحيح لأن أولا ليلة القدر لها صورة حتى معروفة إن أنزلناه في ليلة القدر وليلة القدر الرسول على السلام قال التمسوها في العشر الأخير من رمضان يبقى هنا فيه تحديد للزمان الكل اللي هو رمضان وفيه تحديد للأيام التي يأتي فيها اللي هي العشر الأخير ثم الرسول على السلام زاد الأمره تقريباً للمسلمين قال في الليالي الأوتار اه احدى وعشرين سلاسين وعشرين خمسين وعشرين سبع وعشرين تسعة وعشرين بالمناسبة شهر رجبه صح من الأشهر الحرم طبعاً يعني ذكر إجمالاً في الآية ستة وثلاثين من صورة التوبة إن عدة الشهور عند الله إثنى عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة الحروم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم الرسول على السلام وضح هذا الإجمال قال رجب الذي ما بين جمادة وشعبان وزل قاعدة وزل حدة والمحرم زل قاعدة وزل حدة والمحرم دول ثلاث متواليات و لذلك يقرق بالفرد فأنا يعني صراحة الأمانة العلمية تقتضي أن أقول لم يثبت خبر صحيح في عبادة بعينها في شهر رجب لا صيام ولا اعتكاف ولا قيام ولا زبائح قد يكون هذه الأشياء فعلت في الجاهلية قبل الإسلام لأن العرب كانت تعظمه و لذلك يقرق رجب مضر كانت قبيلة عربية أشد تعظيماً لشهر رجب لكن احنا بنقول جرى المصريون في فقههم على أن رجب فاتحة المواسم الإسلامية بيقربهم من رمضان لا بأس جرى المصريون في فقههم على الاحتفال بمعجزة الإسراء والمعراج في السابع والعشرين من رجب لا بأس إنما نخص بعبادة معينة لا لأن طبعاً في قاعدة لابد أن ينتبه الناس إليها الزيادة في الدين مثل النقص من الدين هي جريمة واحدة فآه طبعاً لما إنسان يجي يزيد في الدين كان مثل الذي ينقص من الدين لأن رسوله السلام وضع أو جعل أو ترك لنا المحق البيضاء فإحنا نقف عند مورد النص لكن هو من يومنا اتطالع بفضل الله عز وجل إن اليوم الاثنين كان غرة شهر رجب وطبعاً وافق الاحتفال بقرب عيد الشرطة 25 يناير فأنا هنقهم بذلك وأيام كلها خير مباركة على مصر والرصال والسلام أثنى على الجيش المصري وعلى الشرطة المدنية إن خير أجناد الأرض لأنهم وأهلهم في رباط إلى يوم القيامة طيب الأهل هنا دخلها إيه لا؟ زوجة الرجبة من الفريق للمشير لللوى إلى الجندي هي بتقوم في أيام المنوبات وأيام حرسته في الحدود وكذا بالأعباء المعيشية للأولاد التعليم العاشة الرعاية فأنا ببشر أسر الجيش وأسر الشرطة المدنية الزوجة الأم والأخت إلى أخره لها نفس السواب لهذا المرابط والله إذا كان شرطة مدنية مرابط على الحدود الداخلية أو على الجبهة الداخلية أقصد على الجبهة الداخلية وإن كان من الجيش الباسل فهم رابط على الحدود الخارجية وربنا سبحانه وتعالى ختم سورة العمران يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا حراسة الجبهة الداخلية رباط حراسة الحدود الخارجية لمصرنا العزيزة رباط والله تعالى جعل ذلك من الواجبات اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون فربط أو جعل الفلاح سبب عن هذا الصحيح أنه طبعا الحمد لله رب العالمين الدولة بتكرم ولا تنسى أولادها وأبنائها أنا بس هنا أغتنم المناسبة وإحنا مع رئيس إنسان مش مجاملة أو نفاق أنت أعرف أنه لا أنافق أحد سيدر إسعى فتاح السيسي أول من في الحكام المعاصرين يحتفل بزاوي الهمم وافتكر الناس اللي الناس نسيتهم يعني أنا كمواطن مصري أول مرة أسمع أسماء كانت في معركة إسماعيلية الباسلة يا رب يا يوسف به نعيش ونسمع تكريم ما بقى من أحفاد شهداء مصر في دين شوي منوفية مصر معطاقة ويريت هذا طبعا إن شاء الله ربنا يمد سيد الرئيس بكل صحة وعافية أمين يا رب إن شاء الله رب العالم أمين أمين نورتنا وشرفتنا وقفتنا كمجرة العادة مولانا بارك الله كل شكر لي كل شكر لمولانا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد كريمة وأستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والله يا مولانا ألهمني بأنه لازم 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 في بلاء يبقى عندنا شارع اسمه شارع حجاج الخضري يبقى شارع مهم من شارع بلاء كده حجاج الخضري ده كان قائد المقاومة المصرية الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي قائد صورة الجعيدية اللي هي صورة القيارة التانية 1801 يا سلام دي تبقى عظيمة إن شاء الله أقول لكم إحدى لسه الكلام هيبقى كتير بس دهاردة سمعت جملة رائعة جدا في الاحتفالية اختاروا حياتهم تبقى مش طبيعية علشان حياتك تبقى طبيعية الله والله العظيم النهاردة في العرض قالوا كده عادت فكرت فيها ده بجد دخلوا كلية هتخلي حياته مش طبيعية هو وأسرته علشان احنا نعيش بشكل طبيعي وهادئ وآمن خلصت الحلقة ولو كلنا العمر نتقابل بكرة إن شاء الله وبرنامجكم التاسعة وها هو كريم رمزي واقف قدامي مستني على أحر من الجمر ادخل يتيم موسيقى موسيقى موسيقى